اتعلمنا ان الكبير كبير بتصرفاته وأفعاله اتعلمنا ان التأدير بيدفل علاقات وبيحتويها طيب عمرك كتبت بقلم جاف على ورقة وعرفت تمسحه بعد كده التأدير برضو ما بيتمسحش لانه بيعلم بالجاف في قلب اللي قدرته فضحك ودعوة حلوة لابنك وهو بيذاكر مكالمة تليفون لمراتك تطيب بيها خطرها خروجة حلوة مع أمك وبوك تفكرهم بيها بأيام زمان أو زيارة لختك في بيتها طب طبع على كتف جوزك هو راجع مهدود من الشغل الاعتذار لو اتأخرت على معاد كلمة تشجعية للموظفين اللي عندك هتخليهم ياكلوا الشغل يا أخي دا حتى وانت معد الطريق هتلاقي عربية بتهدي واللي فيها بيشاورلك ويقولك عدي قدر انت كمان ويرفع ايدك وقوله شكرا ساعتها هيعملها مع غيرك انا متأكد ان رجالة والستات عندهم استعداد يشقوا ليه لنهار وينسوا اي تعب مقابل انهم يحسوا بتأدير التأدير بيطيب الخاطر وبيطفي نار الزعل وبيتحفر في قلوب الناس وما بيتنسيش وبيطول عمر العلاقات الى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي وحبايا مكيان عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حيا لصباح الورد والفل والياسمين على المتابعين من داخل مصر ومن خارج مصر ربوتي وحبيبي فيديو النهاردة ان شاء الله روتين في الشقة وكمان والدية هتجيب لنا الغداء النهاردة بتاعنا عشان نتغدى مع بعض ويعني هي كانت جاية جايب الاكل جاهز عشان نتغدى مع بعض بس يعني الاسف كده اللي احنا عايزينه ما تمش واقولكم ايه اللي حصل في الفيديو بس اللي بقى كده تشكر الله وقوله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا يا محمد صلاة انتفرجواها الهم وتزيحوا بها الغم وتسددواها الدين وتحقق بها الامال وتشفي بها كل مريض اللهم اشفي كل مريض واعطي كل مشتاء بالضررية الصلاحة والخلف الصالح اللهم امين يا رب العالمين اخوتي وحبيبي حطونا اللايك في الفيديو واشتراك في القناة في دوناليس امرا ويلا نشوف فيديو النهاردة بدأنا ازاي اول حاجة طبعا اطلعت للطيور ادى اول حاجة ان انا عملتها ده بداية اليوم وبعد كده نزلت بقى كده على المطبخ على طول عشان اخسل المعين وزي ما احنا كده شايفين بقى كده واحنا نشغلين لازم بقى كده نسكر الله ونصلي على سيدنا محمد ويعني نغتنم كده حسنات في اليوم وخلي كده يومنا كله حسنات وزي ما شفت في اول فيديو بقولك التأدير اهم حاجة التأدير بين الناس يعني ربنا مش عايز اقول لكم لما نصلي ونصوم ونحج الحاجات دي لنا احنا لكن لما نقدر بعض بيبقى في مودة وفي خير بين الناس وربنا عايز كده اكتر من اي حاجة ربنا عايز المودة والخير والاحترام والتقدير بين الناس ده كده اهم حاجة عشان طبعا يبقى كده يسود الحب والخير بين الناس جميعا فطبعا يعني زي ما احنا عارفين كده او في مقولة بقولك حب الناس او التأدير جهاد لا يقدر عليه جميع النفوس يعني مش كل الناس بيبقى السهلة على ان يتقدر بعضها مش كل الناس تحب بعضها مش كل الناس بتضحي مش كل الناس عايزة تراضي لقدامها فبقولك ده كده جهاد لا يعرفه او لا يقدر عليه جميع النفوس يعني مش كل نفس بتبقى عايزة تقدر لقدامها وتحترم لقدامها وتحب الشخص لقدامها فسبحان الله عشان كده الأخلاق دي حاجة عظيمة والأدب والإحترام وتقدير الناس لبعضها دي حاجة عظيمة جدا جدا مش أي حد بيقدر عليها مش أي حد بيعملها هي تبقى حاجة سهلة وحاجة جميلة لما كده تحب لقدامك تقدر لقدامك ولو ابتسامة ولو ضحكة كده يعني تقدير كده في وش لقدامك لو أنت مش قادر أنت تراضيب أي حاجة لو ابتسامة لو كلمة حلوة يعني قول المعروف ومغفرة خيرا من صداقاتا يتبعها أزا شفتوا الصدقة بس بعدها أزا يبقى بلهاش لازم لكن قول المعروف ومغفرة نحن قول المعروف ومغفرة خيرا من صداقاتا يتبعها أزا يبقى القول كده والكلام الطيب والكلام المحترم والتقدير بين الناس ده كده أهم حاجة عند ربنا من الصدقة اللي هي بيتبعها أزا يبقى أنت كده ملهاش لازم الصدقة اللي أنت عملتها فكده يا رب كده يدوم المحبة ويدوم الخير وكل حاجة بين الناس ليه علشان يبقى كده في حب وود بين ابنك كده هو بيزاكر يدخل عليه كده وكلمة حلوة مراتك خدها كده وفسحها وكبر بخطرها برضو بكلمة وحاجة كده تراضيها والدك والدتك ده حاجة طبعا أكبر حاجة وأكبر عظمة إن احنا كده كل واحدة تراضي والدها ووالدتها عشان تراضي والدك والدتك ده أهم حاجة في الدنيا في ناس كده بيستهل عليهم والدتهم كده وولدهم وجودهم كده ده حاجة عظيمة حاجة يعني لازم كده كلنا ناخد بالنا إن وجود والدك والدتك دول الخير وبركة لكي دعوة منهم كده حلوة ده كده بالدنيا وما فيها في ناس سهل عليها كده هي يعني عادي بالنسبة لها وجود الأب وجود الأم يعني الخير والبركة مش هيجي لك ولا هتشوف الخير إلا ما تراضي والدك والدتك فمش نحسب بقى كده لما انت مش تراضيهم طبعا حاجة حلوة نجيبها لهم نراضيهم بالكلام مش نحسب بقى كده نحن الفلوس اللي احنا هنحتفظ بها أو هنعينها هي دية اللي هيبقى فيها الخير وفيها البركة بالعكس لما تراضي والدك والدتك دي أهم حاجة من كنوش الدنيا هتلاقي الفلوس اللي انت بتعينها أو الحاجة اللي انت عايزها فيها خير وفيها بركة فيه بركة فيه أولادك هتلاقي نفسك كل حاجة عايزها في الدنيا هتلاقيها لما تراضي والدك والدتك مش يحسب ان احنا لما بقى كده مش نديهم حاجة أو مش نراضيهم عشان نعين الفلوس أو عشان نزود الفلوس اللي معانا بالعكس الفلوس دي هتلاقي ان انت مش عارف تعمل بها حاجة ولا فيه أي حاجة عارف تعملها في الدنيا ولا فيها خير ولا فيها بركة اهم حاجة رضا الاب ورد الام هتلاقي الخير اللهم امين يا رب العالمين يعني بقى ده كده كده هتكلم يعني عايز اقول لكم علشان مقدمة الفيديو مش اكتر طبعا والدتي هنا فجائتني وجابة الغدع عشان نتغدى مع بعض طبعا هيا كنت بياكل بكده وبقول لها إيه العسل ده وإيه الحلاوة دي طبعا انا جات عشان جلت نتجمع كده كنت بقى لي فترة ما روحتش آآ عندي والدي ووالدتي يعني اشوف أشوفهم كنت تعبانة بقى لي فترة وبعد كده هي لقيتها جاية وجاي بيه للأكل وجالت عشان نتغدى مع بعض بس بقى آآ جال التليفون وآآ عشان بس والدي يعني تعبان شوية في البيت فوالدتي ملحقتش تقعد والله يعني دبك قاعدت دبك قامت على طول طبعا هيا كنت بتقول يعني الكوسة جميلة هي آآ والتليفون بقى كده زي ما قلت لكم جاء التليفون ووالدتي قامت ومشيت على طول فالحمد لله ربنا يا ربي يشفي والدي ويشفي كل الناس اللهم امن يا رب العالمين وان شاء الله كنت تعود مرة تانية ونيجي نقعد بازن الله انا اللي هجيك بقى ونقعد كده بازن الله مع بعض يا ست الكل زي ما انتشافنا هنا هي كانت هتقوم خلاص وما قعدتش ومشيت على طول والله ما تمتش عشر دقايق وكانت وراح تمشي على طول ففرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ففرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته